أبرزت نتائج الانتخابات الأوروبية تصاعد المد الشعبوي في القارة العجوز مدفوعا بعوامل متعددة وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الاتحاد الأوروبي وأثر الانتخابات الأخيرة على المهاجرين واللاجئين في الدول الأوروبية تفاصيل أكثر في سياق التقرير الذي قدمته سابقا أفضت نتائج الانتخابات الأوروبية التي أعلنت نتائجها لحد الماضي إلى صعود اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين في أوروبا مراقبون يعتبروا أن النتائج التي تصدر فيها اليمين المتطرف على مشهد الانتخابات يدلل على دخول أوروبا حقبة جديدة عنوانها التطرف والانكفاء على الداخل فعلى سبيل المثال تصدر حزب بريكزيت بقيادة يميني نايجل فراك في بريطانيا وحزب تجمع الوطنية اليمينية المتطرف في فرنسا بقيادة مارين لوبان إضافة للأحزاب اليمينية في إيطاليا والمجر ودول أوروبية أخرى وبحسب مراقبين لا تكمن المشكلة في المهاجرين الجدد إلى أوروبا بل تمتدوا لتشمل الأوروبيين ذاتهم من أصول عربية أو أفريقية وثمت جملة من الأسباب التي دفعت إلى تصاعد الشعبوين والخطاب اليميني المتطرف في أوروبا وعلى رأسها كان التدفق الهائل للاجئين خلال السنوات القليلة الماضية من دول عربية مزقتها الحرب كما كان للدعاية المضاطة للمهاجرين في القارة العجوز أثرها على الناخبين في دول الأوروبية ومرافق تلك الدعاية من أجواء ساعدتها على تعزيز خطابها اليميني وهو ما برز جليا في ألمانيا وأدى التيار المتطرف أيضا على وتر الهوية الثقافية وتصعيد خطابات الكراهية ضد المهاجرين مبررين ذلك بين الكثير منهم هاجروا لأسباب اقتصادية وليست أمنية يرى مراقبون أن تصاعد المد اليميني في أوروبا لا يعني في نهاية المطاف انهيار الاتحاد الأوروبية وإنما ستبدأ القارة العجوز بتغيير أولوياتها وأهدافها وهو ما بدى جليا في بريكزيت في بريطانيا ويمكن أن تشهد الفترة المقبلة تضيقات على المهاجرين من حيث القوانين ولكن يبقى أثر ذلك على الأقل محدودا خلال الفترة المقبلة على أساس مبادئ حقوق الإنسان التي تحظى بأولوية في الدول الأوروبية